السلام عليكم حبيباتي إن شاء الله تكونوا بألف خير اليوم جبت لكم طريقتي كيفاش نستحفظ بالحشيش يعني قصبر مع دنوس كرافص حتى النعناع ويقعد لكم مدة شهر كامل صالح للاستعمال وتبقى فيه نفس الرائحة اللي يكون عليها في الأول وختمع رمضان راح قريب باش ما تضلوش كل يوم ولا يومين تشروا الحشيش وانتو ما تاني كتبوا لي في التعليقات طريقتكم باش قاعد نستفادوا وانا تاني نجربها من عندكم بالتجوبة صورتها معاكم وهنا جبت ربطة مع الدنوس حليتها ونقلع فيها منها هذوك الأحشاب ولا هذوك الأخصان اللي يكونوا صفرين ونقصها نقص هذوك الأخصان اللي يكونوا من التحت هذو تقدروا ما ترموهمش غسلوهم وبعد عودوهم بخيط وديروهم في المارق يطلقوا البنات تاعهم هننحله باش ينشف هذك الحشيش ولستعملوا بابي إي سويتو ونشفوه باش ينشف لكم بالخف وهذا القصبر كين القصبر هذو اللي يكونوا منوش اللي في هذك الورد الواصل يعني وكين لاخر لي ما فيهش الورد نقلع هذوك الجذور هذوك الجذور ماستعملهم شخش فيهم الطراب وتاني نقلع من هذوك الحشيش وذوك الأخصان الصفرين ونجيب هنا بوقالات تعزاج أنا بخليتهم سبيسيالما للحشيش يكونوا ناشفين يليق يكونوا ناشفين باش الحشيش ما يفسدش ندخل فيهم الحشيش ونكتب تاني هنا كتبت نهار اللي كنا فيه هو الشهر وحتى السانة كنا 2020 هنشوفوا قاعدنا ندخلهم هذوك المعدنوس اللي بقالي دوك ندير تجربة في بوقالة البلاستيك ونشوف إذا يقعد نفس المدة كي ما زوجه هن قدتكم اكتبت النهار كنا 1 ديسمبر 2020 غير باش نشوفوا المدة اللي قاعد فيها على الممداريش ندير هكا نكتب ولكن دائما نحس يقعد لي شهر عليها بصحي اليوم قلت ندير معكم التجربة ونكتب باش كل شيء يكون بالشفافية نغلق عليهم مليح وندخلهم للتلاجة وهنا هذا النعناع اللي قلتلكم عليه تاني نفس الشيء النقيه ولكن قلتلكم استعملناه ما كملتش تجربة وهذا دا كل المعدنوس اللي بقالي درته في بوقال تاع البلاستيك كل عولبة تاع البلاستيك من بعد ان نشوف اشعله قاعد لي هنا ننقي تاني في النعناع تقلوا هذو كل الورق ليكونوا صفرين وهنا بعد مرور مدة عشرين يوم بالضبط يعني نقلعته ونشوفو كيفاشره راه كيما هو الأوراق خضرين شد روحه مدبل موالو وحتى الرائحة راه يباقي فيه كيما كان في الأول وقبل ما نرجعوا الحشيش للبوقال باش نستحفظو به مرة تانية لازم نعود نشوفو هدك البوقال مليحم هدك المال يكون فيه بتاع الحشيش نفس الشي تاني مع القصبر راه قاعد كيما هو ما تبالش اللون تها أخضر وهذا اللي دمناه في البوقال بتاع البلاستيك تاني راه قاعد كيما هو ما تبالش ولو انتها تاني راه أخضر وتاني راه يطالق منها رائحة الحشيش وهنا بعد مرور مدة 25 يوم هنا تاني راه قاعد كيما هو اللون تها أخضر الرائحة تها راه يباقي فيه وهنا كينا بغي نعود نرجع للبوقال باش نكمل التجربة يليق نعود ننشوف ذاك البوقال من ذاك البخار اللي يكون فيه ولا قطارات تعنده ولا هدك اللي يطالقه للحشيش يليق ننشفوه خاطر الشراء قاعد مدة طويلة مدة 25 يوم يليق ننشفوه باش ما يفسد الناش وهنا بعد ما فاتت مدة شهر كامل بالضبط شوفوا كيفاش غادي نوريه لكم راه قاعد المعدنوس كيما هو يعني مش 100% ولكن فرق صغير صغير بزاف راه قاعد أخضر شد روحة ما دبال ما والو شوفوا الأوراق بتاعها قاعدين خضرين الأخصان بتاعها تاني رهم قاعدين متماسكين وطريين وراها باقي فيها الرائحة تاع المعدنوس شوفوا الأوراق كيفاش رام شدين رواحهم هنرنا واحد جنفي 2021 مدة شهر كامل القصبر راه فيه واحد الغصن لازوش تاني يصفاره رهم صفرين شوفوا الوردة تاعها قاعد كيما هو وحتى الرائحة تاعها وحتى الرائحة تاعها رهي قاعدة يعني القصبر ميجيش شد روحة مليك كيما المعدنوس المعدنوس يجو الأخصان تاعه والأوراق شدين رواحهم ومتماسكين وهذا المعدنوس اللي درتاه في العلبة تاع البلاستيك ما عجبنيش ولا ليسفر بزاف وما من الرائحة تاعها ما رهيش باقيه كيما كان في الأول يعني زوجاش أحسن من البلاستيك وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وتع نهار اليوم وإلى الملتقى إن شاء الله مع السلامة